أصيب أربعة فلسطينيين بينهم ضابط إسعاف جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب المبرح في قرية فحمة جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة وآفتت مصادر أمنية ومحلية للوكالة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال انتشرت داخل أحياء القرية ودهمت أكثر من عشرة منازل وحطمت محتوياتها واعتدت على سكانها بالضرب وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوب جنين وعددا من القرى حيث شن الاحتلال الإسرائيلي حاملات مداهمة وتمشيط واسعة